صباح الرياضة، صباح النشاط، صباح الحيوية أوقات كتير من نبقى مستمرين في مرشد التمرين العاضية في الجم باستمرار وبانتظام وبيجي علينا فجأة اللي احنا منوقف التمرين بسبب ظرف حصل لنا سواء سفر أو دراسة أو شغل فعشان تفضل محافظة على الجسم اللي انت وصلت له محتاج اللي انت تكمل التمرين بتاعك وإحنا قلنا قبل كده في حلقات تانية أن انت ممكن تتمرن تمرين في البيت بوزن جسمك أو أدى بسيطة لو موتها عندك في البيت زي اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة زي الربربند الربربند أدى بسيطة تقدر تستخدمها في البيت تستخدمها في الشغل أو في سفر أو في أي مكان وتتمرن بقى تمارين لكل الجسم بتاعك كمان هتلاقى مناسبة بالنسبة للأطفال لو هيتمرنوا كمان بيعملوا تمرين رمضية بيها وكمان مناسبة لكبار السن حاجة بسيطة جدا تقدر تتمرن بيها زي اللي احنا هنعملها النهاردة هنتمرن بقى لكل الأبر بادي بتاعنا عضلات الجزء العلوي من الجسم بس قبل ما نبدأ التمرين محتاجين اللي احنا نعمل الورم اوب اللي احنا تعودنا عليه عشان نتجنب اي اصابات او اي مشاكل لجسمنا واحنا بنتمرن هبدأ اول حاجة بسخن جسمي خفيف كده جاري خفيف في المكان بطلع برجلقية لفوق بعمل هاي ني ممكن اعمل برضو جامبي جال كل واحدة منهم بشتغلها لمدة 20 ثانية كل ده بس عشان اشغل العضلات بتاعتي والمفاصل في جسمي قبل ما ابدأ اي تمرين ممكن ابدأ صايد وططشي مين وشمال برضو لمدة 20 ثانية وبكده نكون سغلنا الجسم بتاعنا وسخلنا كل المفاصل وعضلات بتاعتنا لو حد متاع عنده دلوقتي الربرباند يبدأ معنا اول اكسرسايز هتمرن اول تمرين هيكون لعضلات الكتس الجانبي بحط الربرباند تحت رجلية ظهري مفروض بتني رجبتي سنة بسيطة بابدأ اطلع لغاية مستوي الكتس التاعي هنعمل مع بعض 10 عدات يلا ضهرك مفروض النفس بتاعك شغال عشان يحس من اداء التمرين بتاعك خلصنا 12 عدة ناخد رست عشان ندخل التمرين كمان لعضلات الكتف الامامي هعمل ممكن اشتغلها بايد وايد او ممكن اشتغلهم من اتنين مع بعض زي ما احنا هنعمل كده دلوقتي هطلع لغاية مستوى كتفي حلقة المقاومة بتاعت الربرباند في الاخر الحركة بتاعتي وانا دايما ببوش اي حركة الفوق بطلع فيها النفس بتاعي بعد كده هعمل تمرين اشتغل بي عضلات الكتف الخلفي احاول اخلي المقاومة اللي انا بامسك بداية ايدي سنة بسيطة ايدي قدامي ببدأ اسحب ايدي الوراء لغاية مستوى كتفي ايدي سنة برضو من قدام عشان يتفرج علينا دلوقتي ايت ناين تن ايدي واحد هتخل تمرين كمان بس وهنا ناعدين سنشغل بي عضلات الظهر بتاعي سيتي دروز ظهر يكون مفروض بحط الربر باند هنا وامسك برضو من مستوى قريب شوية عشان يكون في مقاومة عندي ببدأ أسحب إيديا الوراء هنعمل مع بعض عشر عداتي يلا ستارت وهنطلع هنشغل تمريل عضلات الدراع البايسب خلاها بالجنب عشان اللي بيتفرج علينا أخلي إيدي في الجنب كده وابدأ أطلع غاية فوق وانزل بالراحة هنعد مع بعض عشر عدات دايما الحركة بتاعتي هتلاحظ زل أنا بشتغل حركة بطيئة عشان أخذ أكثر استفادة من التمريم هاخد تمرين أخير لعضلات التراي همسك الربرباند كده من وراء ضهري وابدأ أسحب إيدي لفوق هعمل برضو عشر عدات على الإيدي الليمين وعشر عدات على الإيدي الشمال التمرين اللي احنا اشتغلناه النهاردة كلها للجزء العلوي هنشتغل من مجموعتين لتلات مجموعات من عشرة عدات لاتناشرة عدة كبداي لك ممكن تزود برضو زي ما احنا منقول كل أسبوع مثلا تزود في العدات أو تقلل في وقت الراحة بتاعتها النصيحة اللي بنقدمها لكم في نهاية الحلقة بتاعتنا وانت في رحلتك لخسارة الدهون أو خسارة الوزن لازم تخلي بالك من شوية حاجات عشان تنزل بوزن كويس وما يكونش فيه تراهولات في جسمك اللي انت بتعتمدش اعتماد كل على الكارديو اللي انت بتعمل كل يوم كارديو بشكل مبالغ فيه ممكن تلات في يوم كارديو في الأسبوع مناسب ليك كمان اللي انت لازم تدخل تمرين المقاومة زي ما قلنا عشان تنزل بشكل كويس ويكون عضلاتك كويسة ثالث حاجة كمان اللي انت تدخل نسبة البروتين اللي هي هتحفظ كتير على العضلات بتاعتك وتنزل يكون نزول الدهون مش نزول من العضلات كمان تتأكد من نزول الوزن بتاعك يكون بنزول صحي من كيلو ل 2 كيلو خلال الشهر لو طبقنا الحاجات دي هتلاقي نفسنا مننزل بشكل كويس جدا وشكل صحي بدون اي مشاكل او تأثير على هرمونات بتاعت جسمنا اسمنا الحلقة تكون عجبتكم بالتمرينات اللي احنا قدمناها لكم النهاردة وكمان النصائح اللي احنا منقدمها لكم في نهاية الحلقة واشوفكم في حلقة تانية جديدة